طيب يا جماعة الخير رجعنا نكمل القصة قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لايك واشتراك وخلنا نبدأ وصلنا يا جماعة الخير عن جون طبعا خالد بعد ما توجه الجون ما كان يدري من هذا جون ولكن مش على توصية أخوه سعد يوم قال راح عن جون ترى شهو الشخص الوحيد اللي راح يفيدك راح عن جون وقابل جون ووراه برضو الساعة اللي كانت مع خالد عشان يقتنع جون ان هذا صدق أخو سعد اقتنع ورحب فيه وقال له برضو انه عنده مبلغ مالي والمبلغ المالي هذا كبير ترى حق أخوك سعد قال له خلاص ما في مشكلة ولكن وش راح نسوي يا جون عشان نقدر نطلع أخوي قال له جون شوف أول شي راح أقول لك قصتي أنا يا خالد كنت أول شغال في الاستخبارات المخصصة للدولة وكنت ماسك الجهات الأمنية كانت عندي نظرة مرة كبيرة وكنت واصل آخر مرحلة ولكن جابه مدير جديد في وظيفتي والمدير هذا ما يحب يشوفني نهائيا بسبب اني أنا أعلى منه درجات وعلم كان يتمنى زوالي حرفيا وكنت ماسك الجهات الأمنية في يوم من الأيام الشخص هذا الجديد أو المدير الجديد قرر يوهقني في مشكلة المشكلة هذه لأحد العصابات الموجودة عندنا المدير الجديد اتصل على جون وقال تعالى أبغاك المكتب شاه جون المكتب لأن هذا مديرة تقابله إياه أهلا يا جون كيف حالك طيب يا جون عندنا مهمة مخصصة لأحد العصابات الموجودة عندنا نبغاك يا جون تتبعهم شخص شخص نبغى هوياتهم وأسماءهم وكم في أرصدتهم البنكية طبعا في نظام أي دولة إذا كان فيه استكشاف لازم يكون فيه شيء اسمه بيان أو أمر أن جون يسوي الشيء هذا جون بما أن هذا الشخص مديرة ما طلب منه الأمر هذا عطاه الأسماء عطاه كل شيء جون قاعد يشتغل بشكل يومي عشان يطلع معلوماتهم جمع معلوماتهم وجون قاعد يلاحظ مبالغ كبيرة مع الناس ذولي مبالغ يعني توصل بالملايين صار يتبعهم وين يروحون وين يجون وكان في أحد من الأشخاص هذولي وليزاد شك جون كان الشخص هذا دائما يروح عند المحافظ الخاص بالدولة يقعد عنده وإذا خلص دوامه يطلع منه يعني كان شغال مع المحافظ ولكن جون حتى الآن ما يعرف وجيههم بس يعرف أسماءهم وتحركاتهم والأجهزة اللي معهم يوم وصل لوجيههم وأشكالهم عرف أن هذا الشخص شخص من رجال الدولة قام جون جمع معلوماتها كلها وراح ودها الرئيس قسم الجديد قال أمسك هذه المعلومات الخاصة فيه قال الرئيس القسم وقع على المستندات اللي طلعت فيها المعلومات فوقع جون يعني بطيب خاطر وصدر رحب ونية صادقة يعني وقع معه بعد ثلاث يام جبعات خير جت لجنة تفتيش للقسم حقهم فقعدوا يبحثون 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 والناس اللي موظفين موجودين ما يدروش السالفة لين صادوا الجهاز حق جون جابوا جون الاستجواب يوم جاء جون الاستجواب قاعدين يستجوبونه أنت بأي حق دخلت بأي حق وصلت للمنطقة هذه قال لم جون أنا جتني توجيهات من رئيسي وسويت الأوامر هذه قال من رئيسك وروحون يسألون الرئيسة الرئيسة جحد وقال أنا ما لي دخل نهائيا وانسجن جون بسبب رئيسة وانفصل من دوامة يقول من بعد ما انفصلت من دوامي صرت أشتغل مع أخوك سعد هذه قصة جون طيب الآن مهمتهم يجتمعوا خلاص هذه قصة كل واحد الآن مهمتنا انحنا نطلع أخوك سعد من السجن ولكن الحكومة تبغى إثباتات انسعد أخوك بري قال جون الخالد اسمعني خالد قال ما عليش يا خالد تقدر تعطيني البطاقة المخصصة للمحامي هذه عشان يقدر يزور فيها سعد قال بأخذها وبحاول أزورها وأدخل فيها السجن قال هذي كيف راح تزورها موضوعها مرة صعب قال ما عليك الموضوع عندي خذ البطاقة واتصل جون على أخويا اللي عنده وزوروا له البطاقة وقرر أن يدخل على سعد أخوه خالد يا سلام دخل وقابله ونزل وتقابله مع بعض أهلا وسهلا كيف الحال وش صاير ذكروا النقطة هذه اللي برجع لها بعدين بعد ممكن خمسة أو ست دقائق من المقابلة هذه رجع جون إلى خالد قال خلاص قابل سعد أخوك وعلمني بعض الأشياء المهمة اللي راح تفيدنا بإذن الله في الطريق الأنسب نحن نروح الكافي اللي تم تصوير فيه الحدث هذا راحوا للكافي عشان يتأكدون من الاتصال اللي موجود داخل الكافي اللي انصاد فيه سعد جون أخذ الجهاز حقه طبعا جون اجمعت خير حطوا فراسكم إن هذا الشخص محترف لأبعد درجة محترف بما تعنيه الكلمة يعني شخص كان شغال في أمن الدولة الخاصة فيهم فأكيد إنه واصل مرحلة مرة صعبة دخل مكان هذا شبك على الواي فاي اتصل في خمس دقائق قدر يوصل لمخزون الفيديوهات اللي موجود داخل مع العلم كانوا يقولون لا إنهم يحذفونها كل سنة أو سنتين أو كل ست شهور ممكن ولكن قدر يوصل للداتا الداخلية اللي موجودة في الكافي في أحد هذه التسجيلات حصل جون خالد يوم يجي الكافي يحاول يبغى يتصل في الشبكة حق الكافي ويوم تواصل مع الموظف حق الكافي وقال لا حنا ما لندخل إنها تنحذف راح تحصلها عند أمن الدولة اللي موجود في المنطقة حقتنا ولاحظ جون من صاحب الكافي كان شخص مجرم وشخص عنده عصابات ونفوف داخل الدولة تعمق في البحث بشكل كبير حصل شي غريب حصل جماعة الخير إن فيه عنده موقع مخصص بالعصابات هذه والموقع هذا فيه تحديات تصير بينهم وكان سعد عليه جائزة مبلغ خمسة مليون دولار على اللي يدخل هذا الشخص في تهمه ويسجنونه أها الحين بان الموضوع بانت السالفة وبان كل شي وخالد أصلاً قاعد يسمع الكلام هذا من جون ومستغرب من الشي اللي قدامه منه وأخوي سعد عشان ينحط عليه جائزة ورئيس العصابة هذا شخص مرة مجرم يعني بالأصل سعد كانوا حطين عليه جائزة بس عشان يسجنونه من سعد هذا وليه الجائزة وصلت للمرحلة هذه عشان بس يسجنونه الآن بيجي في رأس خالد يعني لو أجيب تسجيلات الفيديوهات من إلى ما لأدخل نهائياً فالآن رح تكون مهمة جون وخالد مهمتهم الوحيدة أنهم يطلعون الفيديو اللي يخلي سعد في براءة وشلون وكيف وهم قاعدين يبحثون في الفيديوهات القديمة حصلوا فيديو اللي فيه سعد بالضبط في تاريخ في الوقت الفلاني عرفياً في كل مكان وزمان حصلوا فيديو سعد اللي كان على سعدتهما فيه فدخلوا الفيديو وفتحوا ويعرضوا أول معرضوه حصل الفيديو وفيديو عايدي أعادوه مرة ثانية ثالثة برضو الفيديو عايدي ولكن يوم ركزوا بحصلوا تعديل على الفيديو والتعديل هذا باين نسعد كان يماسك الجوال وقاعد على الكرسي ولاحظ جون كذا فيه زاوية بسيطة فيه شي مختفي أو فيه جزء مختفي من الفيديو نفسه الجزء هذا المختفي كان فيه شخص صاحب الجهاز اللي يفتح لسعد الشبكة أعطيكم مثال بسيط كيف نفترض الكاس هذا موجود هنا تمام الكاس هذا موجود هنا الآن رح أخفيه النظام هذا حرفيا ولكن لو أجي أمد يدي وآخ ذا رح تحصلون فيه خراب في الفيديو فهذه حرفيا التهمة اللي ركبت على سعد ولكن الآن كيف يثبتون للحكومة أن هذا الفيديو مفبرك قالد قال وش الطريقة يا جون نقدر نثبت أن هذا الفيديو مفبرك يلا جون اسمع لو تثبت لهم من يوم البكرة أن هذا الفيديو مفبرك مستحيل يصدقونك ولكن في عندنا طريقتين واحدة من الطريقتين هذه خطيرة ولا نبغى حرفيا نميل لها نهائيا الخطوة الأولى هي أن نخترق منظمة هذه كاملة ونحاول نطلع كل ملفاتهم وكل مواضيحهم ونفضحهم في الحكومة وهذا شي صعب مرة لنا من المستحيل أن الحكومة تصدق هذا الشيء والشي الثاني وأتوقع أنه صعب عليك يا خالد ولكن بما أنك تبغى سعد يطلع لازم تسوي الخطوة الثانية يا خالد أنك الله يسلمك تشتغل مع العصابة ذي وأنا راح أضبط لك كل شيء وأنك تدخل تشتغل مع العصابة وشلون؟ كيف أشتغل مع العصابة وش راح أسوي؟ ما عليك الموضوع سهل يقول لجون قال أول شيء راح نسويه راح ندخل على موقعهم ونخترقه ونغير بيانات الموظفين اللي عندهم وراح حطك أنت مع البيانات هذه وراح أضيف صورتك وضيف كل شيء كأنك أنت موظف عنده ولكن راح أخليك في تقنية المعلومات يعني في الناس المخصصين في الاختراق والمراقبة كلام جون يبغي يجهز خالد لأمور الاختراق والهاكينج يبغي يعلم كل شيء عشان إذا دخل هناك حرفيا يكون فاهم كل شيء ويعرفه شو يسوي جون قاعد يدرس خالد ما يقارب 5 إلى 6 شهور يعلم لغات البرمجة وطرق الاختراق وأسلوب التعامل مع الأنظمة وكيف يقدر يوصل لأي شيء يبغى من داخل المنظمة طبعا ليه جون يبغى يشتغل داخل المنظمة؟ لأنه لو يشتغل داخل المنظمة المنظمة هذه متعاقدة مع الحكومة يقدر يدخل يشوف السجلات ويقدر يسوي أي شيء يبغى يا سلام الهدف من هذا كله أن يكون داخل المنظمة ويشتغل معهم أيواجه اليوم الموعود اللي يكون فيه خالد جاهز بشكل كامل ولا ينقصه ولا شيء جون إبراء للذمة وبرضه من خوفه على خالد أخو سعد قرر أن يسوي له اختبار أخير إذا نجح فيه خالد رح يدخله يجتمعوا كذا في غرفة وعندهم جهاز كذا صغير قال جون لخالد أسمع أحتاج منك مهمة بسيطة والمهمة هذه سهلة مرة إذا قدرت تسويها رح أعتمدك الأسبوع الجاي رح تكون داخل المنظمة حط الجهاز قدامه قال لخالد أسمع في المنطقة الفلانية هذه فيه كاميرا حق الطريق أبغىك تخترقها وفي وقت زمني بسيط طلع الجوال طلع على خمس دقائق وضغط التايمر وقعد يحسب التايمر وخالد بدأ يشتغل طبعا خالد هم الوحيد أنه يطلع أخوه يبغى يشتغل بشكل أفضل عشان ما يفوض الفرصة وأخوه ما يطلع من السجن ما مرت إلا ثلاث دقائق إلا خالد قدر يخترق ذيك الكاميرا ويطف فيها على النظام هنا جون قال لأ يا خالد أنت الآن جاهز أنك تدخل مع المنظمة وتشتغل معهم قال لأ شلون أشتغل معهم وكيف الأسلوب وعلمني أسلوب عملهم قال طبعا يا خالد هذول أسلوب عملهم رح يكون كل شي عن بعد مستحيل يقبلون فيك عن قرب إلا بعد ما تسوي عدة مهام تقدر تدخل جوه في البدايات مهماتك رح تكون بسيطة ولكن كثر ما تبدعه وكثر ما توريهم شغلك أنك أنت شخص عملي وتقدر تخدمهم بالشكل المطلوب رح يقربونك من الرئيس حقهم كلا خلاص ما في مشكلة وجون جهز الخالد برضو الحساب الخاص فيه اللي يكون مع المنظمة عشان يدخل النظام حقهم جهز له كل شي ودخل خالد معهم فلاحظ خالد أنهم كل شوي يطلبون مهام والشخص اللي ينجز المهام هذه ياخذ نقاط وزيادة على النقاط ياخذ فلوس نسبة من الأشياء اللي يسويها لأن كل الأشياء اللي رح يسويها كلها فيها سرقة وبرضو اختراقات وصرقة معلومات فأول مهمة له كانت مهمة بسيطة مرة على خالد اللي هي أنه يسحب معلومات بطائق الصراف وهذه المهمة تكون عن طريق الاتصال ما لا دخل نهائيا بالاختراق يتصل على أي شخص عشوائي يحاول أن يسحب منه معلوماته ما استغرق الموضوع مع خالد يا جماعة الخير ما يقارب إلا دقيقتين ثلاث دقائق قال لهم قفل على بطاقة الصراف وطلبوا منه عدة مهام لين خالد حرفيا صار قوي عندهم فأرسل رسالة لأحد المستخدمين الموجودين هناك هل أقدر أكون معكم شغال وأكون داخل الشركة لأني متحمس مع العمل معكم كان هناك مهمة لازم تسويها ورح ندخلك معنا والشي المهمة يبغى الحين خالد يعرفها المهمة يا جماعة الخير أنك توهق شخص وتخليه يدخل السجن وتحطه في جريمة إذا قدرت تسوي شيء هذا رح ندخلك معنا طبعا جاء فلاش باكة على خالد قال أكيد أن أخوي سعد كان أحد بحاية تحدي هذا آها الحين يبغى يعرف خالد من الشخص اللي سجن سعد عشان يقدر يشتغل داخل الشركة قال لهم خالد أوكي ما في مشكلة ولكن أحتاج تعطوني ثلاث أيام قال طيب برضو أعطوني اسم الشخص اللي تبغوني أوهقه وخليه يدخل السجن ولو خلاص رح توصلك بعد 24 ساعة أخذ حالة خالد وطلع الرحل جون قال لي يا جون الموضوع عرفت وشه الموضوع في تحدي وفي تشالنج والتشالنج هذا إذا حليته رح يرقونك فأكيد انسعد أخوي كان في هذه التهمة جون قال له وشلون شرح لي التحدي بشكل أكبر فقعد يشرح لخالد ويعلمه وكل شي حرفيا قال آها عرفت سلوب التحدي هم يختارون شخص عشوائي أو يختارون شخص معني لازم يسجنونه طلع يا جماعة الخير الشخص المعني اللي لازم يسجنونه المدير حق جون القديم اللي طرد جون جون هنا جاه فلاش باك برضو للماضي هالمديري سجني عشان يكون قريب للشركة هذه أو العصابة هذه وخالد برضو يقول بمعنى هذا مدير جون منه الشخص اللي سجن أخوي سعد عشان يدخل مع العصابة هذه مش الموضوع خالد وقال يا جون خنا نشتغل على الموضوع هذا عشان أنا أكون شغال معهم جوه ولكن وش الطريقة ووش راح نسوي من شروط أو طلباتهم أنك ما تسجن الشخص هذا بيأدله جنائية يعني تخفي جميع البصمات يعني لو مثلا بتحط معه سلاح أو بتحط معه أي مادة من المواد ما راح يفيد الموضوع هذا نهائيا لازم تسجنه بطريقة احترافية قال خالد الجون وش رايك يا جون نسجنه بنفس الطريقة اللي سجن فيها أخوي سعد هل تشوف طريقة هذه مناسبة؟ يا الممكن ولكن نبغى نجمع على هذا الشخص معلومات ونعرف وين تحركاته وقعدوا يبحثون يبحثون عننا لاحظوا أن الشخص هذا دائما في الويكند يجلس في ملحى ليلي ويكون بأحيان فاقد عقله ولكن كيف يخفون البصمات وكيف يدخلون في جريمة سووا كذا سيناريو معتاد يجربون عليه ادخلوا وحصلوا الشخص قدامهم يبغون يأخذون الجوال حقه عشان يدخلون في أي تهمة سريعة بحثوا عن الجوال حصلوا ومعه جوال بحثوا عن أجهزة معاه نهائية ما معاه ولا شيء وكيف صادوا وهم تحرك رايح لدورة المياه كان في منطقة مخصصة لكبار الشخصيات قال خالد أنا بروح أدخل بأقعد جنبه بشوف هلو بيطلع جوال من سترته هل بيطلع شيء مستحيل ما معاه هاتف يعني نهائيا أول ما جاه يدخل منطقة كبار الشخصيات نفس حارس الأمن قال لازم نسحب منك الجوال والساعة وأي شيء إكتروني معا هذا شرط الدخول لقسم كبار الشخصيات قال لخالد خلاص ما في مشكلة ما عدا بغدخل صلع الجون وقال الجون السالفة أنهم ساحبين من الأجهزة بسبب أنه داخل قسم كبار الشخصيات لازم نشوفنا مكان ثاني مختلف حاولوا يمين حاولوا يسار حاولوا يمين حاولوا يسار يبغون يحصون طريقة يطرحون فيها قال جون شوف أنا مديري أقدر أوصل للجهاز حقه اللي في الدوام ولكن أحتاج مساعدتك يا خالد قال لأنا معك وش تبيه بس أنا أهم شيء أن يطلع أخوي سعد يعني خالد همه المسكين سعد أخوه الممحدد يوم يبغون يدخلوا للقسم الحكومي هذا القسم الحكومي هذا جون يعرف كل شي فيه زور بطاقة وزور كل شيء فيس اي دي كل شيء يزوره عشان يقدر يدخل خالد جوه قال بس أبغاك تأخذ الفلاشة هذه وتحطها على الجهاز وتفتح ملف من الملفات اللي موجودة داخل الفلاشة دخل خالد وطبق المهمة بشكل كامل وطلع والفلاشة جمعت خير شغاله بالشكل التمام والبرنامج جوجه الفلاشة قاعد يأكل في نفس الجهاز المم طلع خالد وحسب راحة أنه خلاص بيخلص شوي اللي يجيه اتصال من عائلته المم جاهد اتصال قال له شفيهم ذولي أكيد فيهم شيء مرحبا هلأ والله وش فيك وش صاير وش حاصل وكان يسأل أخو خالد عن سعد وش صار عليه قال له ان شاء الله احنا شغلينه على الأمور وقعد يعطيه عني لحداثيات قال له ترى سعود أخوي اليوم جتها طعنة في السجن وصحته شوي متذبذبة ولكن ان شاء الله انه قدامه الصحة والعافية وآسف اني اتصلت عليك في الوقت الحرج هذا ولكن حبيت يكون عندك اطلاع عن الموضوع فاق صدر خالد شوي على أخوه سعود قال له خلاص تمام الأمور زينا وبإذن الله الأمور بتنحل رجع خالد الجون وقعد يكلم جون قال وش الطريقة قال خلاص حصلنا الطريقة اللي نقدر نسجن فيها المدير هذا وش الطريقة وش الأسلوب قال الطريقة انه راح نخليه كأنه محول حولات بنكية من الحساب الحكومي إلى حساب زوجته هذه الطريقة راح على طول توديه السجن وكيف تحولت عن طريق جهازه لان جهازه فيه اليوزر والباسورد حق حسابات البنكية الخاصة بالجهة الحكومية قال له خلاص ما في مشكلة خلنسويها سووها حرفيا صدق بعد ثلاث أيام جت الحكومة وسجانة الشخص هذا بتهمة سرقة من مال الدولة والآن جت مهمة خالد انه يروح للمدير القسم حقه اللي شغال معهم في المنظمة ويقول لهم انه ترى أنا خلصت الأمور وسجنت الشخص ذا وراح خالد يرسل الرسالة انه خلاص تهمة المهمة قال له خلاص الآن نقدر ندخلك داخل الشركة ودخله وصار خالد مقرب داخل الشركة وصار الكل يتكلم بخالد خالد فيه شخص أجنبي موجود عندنا اسم خالد هذا مره أسطوري الكل قام يتداول اسم خالد لأن خالد مع جون وجون قوي وخالد صار قوي الآن جت المهمة اللي خالد لازم يوصل لأجهزة الحكومة عن طريق الشركة فيه ويبدل كل المعلومات الموجودة عن سعد ويطلع أخوه سعد براءة عن طريق انه يحدث المقطع اللي كان مضاف للأدلة الجنائية ويحط مقطع الأصلي اللي غير مفابرة حرفيا خالد دخل بجهازه واخترق حاول انه يبدل في الملطات والفيديوهات وقدرنا يبدل وطلع ولا أحد اكتشفه ولا حدر عنه لأن القضية قديمة وطلع الجون قال الآن ان مهمتنا حين نرفع اعتراض على الحكم مع اني خالد أنا عندي شهادة محامة راح أرفع اعتراض على الحكم اللي صدر بأخوي وخليهم ينظرون في القضية من جديد وهافق جون وقال خلاص ما في مشكلة وجهز نفسه خالد وخذ أغراضه واتجه إلى قسم الشرطة ورفع مطالبة عند القاضي الخاص بنفس المحافظة انهم ينظرون لموضوع من جديد القاضي رفض قال لا ما أقدر وخالد عنده في رأسه انه صدق عنده حقية انهم يرفعون اعتراض وانهم يقدرون ينظرون في القضية من جديد ولكن القاضي يرافض نهائيا شك خالد في القاضي قال شكل حتى القاضي متعاون معهم وش الطريقة وش الموضوع وش الدليل طيب الأشهر اللي ضاعت هذه كلها قاعدين نشتغل على الموضوع ذا بس عشان بدل نرفع اعتراضة الآن يقول لي لا حاول في القاضي حاول في القاضي حاول في القاضي هم عندهم نظام اجمعات الخير اذا حكمك يعني في الولاية هذه ما مش هتقدر تبدل ولاية ثانية ولاية هذه لها محافظ ولها قاضي ولها شي ثاني فرفعوا مطالبة للولاية الثانية في عدة ولايات فهمتوا قالوا خلاص القضية تنقل هناك فروحوا للقاضي ذاك ونظر حرفية للقضية من جديد شاف الفيديو والفيديو يعني ما في شي يثبت انسعد مسجون عارف ان فيه تلاح ولا يبغى يقول ميد الشخص هذا اللي هو اسمه خالد لان الشخص هذا يعتبر اجنبي عندهم ولا يبغى يقول له انه في خطأ في الحكم وانه في مشكلة سكت وقال لا راح ننظر والراجع وراح نردلك الرد هذا باذن الله راح يجيك على رسالة نصية رجع خالد مستانس وقال بما انهم يعني اقبلوا في البداية انهم ينظرون فاكيد الموضوع بيكون افضل قدام فانتظر خالد ايام يوم الاول يوم الثاني يوم الثالث تكلم جون وش السال فا ما حد رد لي انتظر اسبوع اسبوعين قال اكيد فيه شي مستحيل بعد يوم او يوم او ثالث ايام خالد على ازمة راجع المحكمة اشوفوش صاير لحد الان ما حد رد لي وليه الموضوع طول ليه فرح المحكمة خالد يبحث عن القاضي يبحث عنه يبحث ما حصله نهائيا سأل السكرتير قال ان القاضي هذا اقوله عرف خالد ان اخوه سعد قطير مرة ما هو شخص عادي ما هو شخص ينحط السجن بتهمه ويألفوه لا 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 شخص هذا واصل مواصيل صعبة هنا خالد صار مكسور صار تعبان نفسيا خالد اللي فقد امه وفقد حرفيا تماسك عائلته ويبغي يعيد الوحدة العائلته فقد الامل نهائيا رجع الجون مكسور يا جون والله ما ادري اشي يسوي يا جون علمني اشي يسوي لا لا جون بنحصل الحل لا تشيلهم الحل راح يطلع راح يطلع وسعد اخوك راح يطلع لا تشيلهم المهم خالد صار في حيرة منهم والله اتعب مرة مرة من الموقف ذا قال ليه اقاله نفس القاضي ذا وليه كل ما جيت مع طريق احصل الطريق هذا مقفل وليه كل طريق اصعب من الطريق الثاني وش الموضوع وش صاهر خالد قال انا ممكن ارجع قال ميت جون انا ممكن ارجع لدولتي الفترة وبعدين راح ارجعلك قال لا جون لا ترجع خلك موجود هنا عشان ننهي شغلنا كله ونمشي مرة وحده قال انا احتاج اشوف اهلي رفض جون رجوع خالد يحس ان في شي بيصير هو قاعد يحس ان في شي بيصير قال لا خلاص اجل راح اروح ازور اخوي سعد وبقعد اواسي وعلمه وين اشتغلنا وين وصلنا راح للسجن خدم اغراضه كله وراح للسجن يبغي يزور اخوي سعد ونزل وراه مطاقة المحامات قال انا المحامل خاص بسعد ودخله واستضفه ما في اي مشكلة جاء سعد حصل سعد يعني حرفيا سعد كبر بالعمر عشر سنوات في السجن عمر كبير اجماعة الخير قال انا سعد قضيتك شوي قاعدة تصعب قضيتك يعني قاعدة تاخذ منعطفات ثانية قال لجون هل سوى شيء ولا ما سوى شيء قال لي قاعدنا نشتغل انا و جون على الموضوع قال لا لا في موضوع ثاني اكبر انا وصيت عليه جون تذكروا يمقلتلكم ركزوا عن النقطة هذه اليوم نزل جون يكلم سعد قال لا وش الموضوع يا سعد وضح لي انا اخوك لا تخاف قال لا اني انا قلت ميت جون ان الشخص اللي سجني وهو مدير القسم حق جون القديم اللي هم بالاصل سجنوه خالد ناظر كذا سعد قال لا انت قلت ميت جون انه لازم نسجن الشخص اللي كان مدير جون قال لا ايه قال لا لحظة 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 دقيقة بدأ يشتغل عقل خالد حس في شيء غلط قال الان الشركة اللي انا اشتغلت معهم والعصابة هم اللي يخلوني اسجن الرئيس هل يعني جون هو رح يكون رئيس العصابة قال موضوع ذا على طول سعد قال لا سعد لا 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 تخاف ترى جون شخص مسالم وحبيب وطيب جون انا متأكد انه اخترق نظامهم وحط الجائزة انه يسجن رئيس قسمه لانه اللي تسبب في سجني انا وجون قال هذا شخص سجناه الان وش تبغى نسوي يا سعد قال خلاص بينكم سجنتوا الشخص هذا مهمتكم الان الوحيدة انكم انتوا طلعوني من السجن كيف تطلعوني وعلمك الطريقة قال له قال له الان ابغاك يا خالد والموضوع اسهل مما انت توقعه قال ابغاك يا خالد انك الان تروح للسفارة السفارة هم اللي راح يحلون كل هذا قال نروح لسفارتنا قال رح لسفارتنا هم اللي راح يحلون المشكلة هذه بشكل كامل وراح يوقفون معاك استخرب خالد يعني كل هذه يا سعد عشان تسجن الشخص ذا عشر سنوات وقعد يقول الكلام ذا للسعد قال له سعد اسمع ما راح تعرف شيء الا لما نطلع من هنا لا تشيل هرب راح خالد خذ اغراضه ولبس لبسه وراح للسفارة طبعا جمعات الخير القصة كانت جاهزة بشكل كامل وسجلتها من البداية للنهاية ووضحت هذه النقطة في بثي في التيك توك او عن طريق السناب شات وتبين لي في الاخير ان ما في صوت في التسجيل كنت راح اخلي الجزء الثاني كامل ولكن بسبب طلبكم على القصة قررت اني انزل هذه القصة في اسرع وقت وقاعد الآن اكمل الجزء الثالث وممكن ينزل في اسرع وقت فالكم التوفيق اشتركوا في القناة